السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية بدأ معرض الخريط في استقطاب الآلاف من عشاق التسوق ومنتجات البيع المباشر منذ يومه الأول التفاصيل في التقرير التالي نتابع على مساحة تدجاوز 15 ألف متر مربع وبمشاركة أكثر من 750 شركة من 21 دولة حول العالم يعود معرض الخريط بنسخته السابعة والعشرين حاملا في جعبته كل ما هو جديد في عالم البيع المباشر ليضيف زخما تجاريا في شريان الاقتصاد الوطني مشاركة كبيرة من قبل المواطنيين ومشاركة من التجار من البحرين وخارج البحرين فهذا يسر الخاطر ويضيفهم إلى الفعاليات في البلد التي تجذب المستثمرين تجذب السواح تجذب حركة بالفنان معروضات تنوعت أشكالها وألوانها تسر الناظرين بأصناف لا حصر لها مما لذ وطاب من السلع الغذائية ممزوجة بأجنحة الأزياء والأثاث والمنسوجات والأدوات المنزلية إلى جانب الإكسسوارات ومستحضرات التجميل للمرأة العصرية أمور جعلت من معرض البحرين قبلة المتسوقين الأولى على مستوى البحرين والمنطقة الخليجية معرض متميز الحقيقة يعني المعرض لا يمكن أن اليوم يتمنون أن نعمل معرضين في السنة ولكن الأمكانية لا تسمح لعمل معرضين في طلبات هناك المشاركة كبيرة ولكن للأسف يعني بضيق المساحة المتوفرة في مركز المعارض الحالي أمننا في كبير إن شاء الله في المركز الجديد في الصخير والله زوارنا راح يكون من جميع من منطقة الخليج خاصة من المملكة العربية السعودية الشقيقة نتوقع إحنا إلى 200 ألف زائر في خلال عشرة أيام عشرة أيام من متعة التسوق تحت سقف واحد يجمع آلاف المنتجات من مختلف قارات العالم واستقطاب عشرات الآلاف من الزوار من داخل وخارج المملكة تجربة لابد لها من أن تحول صناعة المعارضة إلى لاعب جوهري في الارتقاء بالنمو الاقتصادي وإنعاش الحركة التجارية والاستثمارية